بحضور عمدة بلدية أنجمينة سيدة مريم جماع بيت ومساعدها شهدت الدائرة الثالثة صباح اليوم حمل النظافة شاملة في الطرقات والشوارع في الدائرة الثالثة لمدينة أنجمينة تقرير محمد حسن آدم ضمن سلسلة حملات النظافة التي أطلقتها بلدية أنجمينة بالتنصيق والشراكة مع الدواء بالعاصمة مدينة أنجمينة خالية من الأوساق وأجمل المدن الأفريقية وبذلك شهدت الدائرة الثالثة عملية تنظيف الشوارع الرئيسية ونقل القمامات إلى أماكن بعيدة من العاصمة هذه المناسبة كانت بهضور عمدة بلدية أنجمينة مريم جمع بيت والعديد من الإداريين وأمال البلدية ومسؤولي الدوائر كما أشاد سكان الدائرة الثالثة بهذه البادرة الهامة عمدة الدائرة الثالثة قال إن مثل هذه الحملات تتوافق مأسياسات سلطات العليا في البلاد الخاصة بجانب التركيز والاهتمام بالنظافة والوقاية الصحية ونشير إلى أن هذا التحرك من أجل الحمل الخاص بالنظافة مستمرة ولتشمل جميع الحارات والمربعات بالعاصمة عنجمينة تعرضت بعض الأحياء في الدائرة السابعة إلى أضرار وخسائر بسبب الأمطار ومن أجل مواساة سكان ومعرفة حجم الأضرار قام صباح اليوم عمدة الدائرة السابعة بجولة فقدية لتلك الأحياء المتضررة تقرير خليل حسن صالح أمطار غزيرة مصحوبة برياح عاتية أهطلت مساء السبت الماضي بضواحي أنجمينة الحقت أضرارا كبيرة بحارة تشلكو التابعة للدائرة السابعة لبلدية أنجمينة خسائر مادية وإصابات بشرية ووفاة شاب من أبناء الحارة نساء وأطفال بلا مأوى يستظلون تحت الأشجار بعد أن فقدوا منازلهم جراء هذه العاصفة عمدة الدائرة السابعة ميكايل جبريل وقف على حجم الأضرار والخسائر هذه الأمطار سببت أضرار كبيرة بالنسبة لسكان هارة تجلقه وضواحيها سببت أضرار كبيرة كما رأيتمها الآن منها المنازل التي ترونها مكسرة بالإضافة لخسارات فادهة ورأيتم بعض الناس ليس لهم مأوى حتى يجلسوا عليه فلذلك أطلب وأقدم نداء خاص للهكومة والمنظمات والجمعيات الخيرية أن تسايد هؤلاء الناس سكان حارة تجلقه يشكون حالهم لله والمنظمات الإنسانية وأصحاب النوايا الحسنة والخيريين أملا في مد يد العون لهم ومساعدتهم لتجاوز هذه المحنة لا يعنينا سببنا مطر جاب لنا خسارة بشرية مرة واحد وطلبنا مننا الإخوة والحاكمة والناس الخيرات يمكن أن يساعدوا الجماعة المنكوبين دولا كان ممكن أن أرى الناس قاعدين بر مننا البيوت يمكن أن يساعدوا الجماعة دولا هذا الشيء المهم لنا دفعا عمدة الدائرة السابعة ومرافقيه زاروا أهالي الفقيد وقدموا لهم واجب العذى ودعوا لفاقدهم بالرحمة والغفران